أبرز العنوين على صفحات الجرائد الإفريقية الصادرة اليوم نقرأها في هذه الجولة ونبدأ من كينيا جريدة ديلي نيشن المخاوف تتزيد بسبب الحريق في منتزه تسافو الوطني هذا الحريق دمر آخر آلاف الهكتارات من النباتات ويأتي بعد شهر واحد من اندلاع حرائق ممثلة في المنطقة منتزه تسافو الوطني منطقة محمية وبدأ الحريق في الجوار قبل أن ينتشر بسرعة وحراس المنتزه عناصر مصلحة الحياة البرية أخفقوا في احتواء هذا الحريق جراء الرياح العاتية ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة في النباتات وفق ما تقول ديلي نيشن إلى جنوب إفريقيا ونتوقف مع جريدة سانداي تايمز السياحة في هذا البلد تعاني وميزانية وزارة السياحة خافض تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يصنف جنوب إفريقيا كواحدة من أكثر من 15 بلدا تأثرا بالأزمة الصحية للفيروس إلى السنغال والوساطة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في مالي على جريدة لوسولاي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي الوساطة تتوخى إيجاد حلول والمساعدة على تهدئة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مالي إلى غانا وجريدة ديلي جرافيك التي تهتم بشأن الانتخابي لجنة الانتخابات في هذا البلد سجلت أزيد من 9 ملايين و 860 ألف ناخب ضمن عمليات التسجيل الجارية وهذا الرقم يمثل ما يقارب 55% من العدد المتوقعي تسجيله إلى إثيوبيا ونختم بيفانا بي سي الموضوع المثار في هذا البلد موضوع الملء الأول لسد النهضة في إثيوبيا الجريدة تنقل عن الوزير الأول أبي أحمد نهاية المرحلة الأولى من التعبئة هي لحظة تاريخية يقول الوزير الأول تشهد على التزام الإثيوبيين من أجل ولادة جديدة لإثيوبيا وفق ما نقلت فانا بي سي عن أبي أحمد